قبل شوي طلعلي فيديو للسيدة عملي حالة كوتش ومي يمكن كوتش ويمكن تنشر شغلات حلوة ومفيدة وإلى ما هنالك ولكن خلاي على صفحت الفيديو في علامة مشاركات فوق 200 ألف للأسف وعم تحكي في معلومة كتير غلط ما بعرف شو مصدر معلومتها وما بعرف كيف جابيته وما بعرف كيف بحثت وتأكدت من المعلومة ولكن أنا مستغر بأنه ناس عندكم أنتم ملايين ليه ما بتتحملوا هالأماني طبعاً مو بس هي في كتير عالم أجانب عاملين تقريباً مثل هيدا الفيديو وللأسف منظر فيديوهاتهم كلياتهم ممكن عم بيكون عن طريق الدكتور بيرد أو أي حدا تاني من دول القبار اللي بيحكوا بالتغذية وحمي تفكيته إلى ما هنالك أول شي عم تحكي عن مادة الشوفان عم بتقول أنه هو ضارة بشكل كامل ونحن ما بيستير ناخده أبداً بقى ما بيستير نتناوله أنه هي أخلط مسؤوليته عن هيدا الحكي طب أنت لما بتقولي مادة الشوفان أنه معنى أنه صحية وهي ضارة جداً وبتأذي في مجال نعرف من وين جبتي هيدا الحكي شو هو مصدرك طب ليش ضارة شو السباب يعني أول شي خليني لكم أنه هو بيحتوي على الألياف الغذائية الألياف الغذائية هي أحد الكربوهيدرات المعقدة والتساعد بتنظيم سكر الدم ويلي إلى كتير فوائد بتحسسك بالطاقة وبالشبع وإلى ما هنالك كمان هو بيفيد بصحة القلب وصحة الجلد وكمان بيقيم للأمساك وكتير فوائد تانية هو بيحتوي على الكاليستيوم على الحديد الزنك وفسكور كمان هو بيحتوي على البروتينات بيحتوي على كتير مواد غذائية مهمة وتناوله كوجبة صحية خصوصي وشهر رمضان كنا نقول تناوله على السحور الشوفان أو حتى بأيامك العادية على وجبة الأفطار بس إنك تجي تقلي إنه هو غير صحي طب أوكي ممكن أنا إجي معاك وقولك صح طبعا إذا تم تناوله بكميات كتير كبيرة وغير الموصف بها أكيد رح يكون تناوله مؤذي أي شي من تناوله بكميات جدا كبيرة تمام وما منحافظ على الكمية المناسبة والصحيحة لجسمنا طبعا رح ننضرب منه هلا أنت أكتر شي بقى أو ممكن تخافي منه أنه الشوفان بيحتوي على حمض الفيتيك أو الفايتك أسد هيدا هو أحد مضادات التغذية يلي بيقلل إتاحة امتصاص الكاليسيوم الماغنيزيوم الحديد الزنك والمحاط السوسفور بيقلل امتصاص دول العناصر المعدنية لهيك ممكن يتخوف الواحد أنه يأكل شوفان أو أي شي تاني مثل شو مثلا أي شي تاني هلا أنت تعرفي أنه حمض الفيتيك موجود كمان بالرز والقمح والشعير وكمان هو موجود ببعض البقوليات مثل البادلاء ومثل الفول الصوية وكمان موجود ببعض الزيود مثل زيت السمسم مثلا أنت تعرفي مدى أهمية الشعير فوائده أو مدى أهمية البقوليات طب معقولي بدك تحرمي العالم كلهم من هذول الفوائد لأنه في حمض الفيتيك طب لش تحرميهم يأكلوا كل هالإشياء بدل ما نلاقي الحل المناسب أول شغل الحل كتير بسيط وسهل أنت شو بتعمل بالرز أو بالبقوليات أو أي شي قبل ما تستهلكها أنت بتغسله فبتغسلي هذا الشوفان أمر ثلاثة لخمس مرات تقريبا أنت بتكوني روحتي أيضا حمض ببساطة وقبل ما تعكروا الشوفان بتطبخوا تغلو شوي على نال هذي وعوا فكرة شوربة الشوفان مع الجزر والبصل رائعة ومفيدة جدا كتير كتير الشوفان مفيد وصحة ووجبة جميلة على الأفطار وخالطة لما بتضف له مكونات تانية سواء بعض الفواكه أو الموز مثلا كتير هو طيب أو مثل ما قلت ممكن نعمل منه شوربة فإنك تجي تقليلي هو ما بصرف تتناولي لأقايله أنه بيتناولوا الأحصن قلت لما بيتناولوا الإنسان بيتناولوا الأحصنة عزوة دعم تحكي أنتي طب أنت تعرفي للشعير قد فيه فوائد يعني أنا للشعير ما بيشربه ولا باكره لأنه الحمار بيأكله ما بيستر هذا الحكي يعني لحنا لما لازم نطلع نحكي شي يفضل أن نكون بنعرف ولما بنعرف أنه فيه شي غلط أو نحنا غلطنا فيه ويفضل أني أنا إذا بنشر شي بعرف أنه غلط وحدا بيدلني عليه برجع برجع بدور أنا وين غلطت هون بطلع وبيعتذر أنه أنا كاتبة أو عاملي هون شي غلط بس إني أنا أطلع وخلي هيدا الفيديو وأحضر التعليقات عنه وضل عم خلي هيدا الفيديو ينتشر وإتوكي عندك ما في أي من الشكية بس مشان المشاهدات طب محرم محرم عم بتخلوا العالم أنه تنقذى بهالمعلومات اللي أنتو عم تنشره أو الدكاترة اللي كتير كبار اللي بيطلعوا بيحكوا بس بالحميات ولاي أنا ميت مرة إلا أنا ماني ضد أبدا أبدا هادول الحميات أو كذا بس بطريقة معقولة وبطريقة صحيحة وأطلا أنا ما ففضل غير أنه الواحد دائما إلا إذا عنده حالة مرضية كتير كبيرة يعني واصلة مرحلة خلاص أنه أيضا مريض بهذا الشيء فيفضل أنك دائما تسأل طبيبك المختص أخصائي تغذية تروح لعنده تشوف وزنك يعمل لك التحاليل اللازمين حتى يقدر يكتب لك نظام غذائي سليم لجسمك بس أنك تشرم حالك على خالص من مادة معينة أو تتناول مادة بكمية كتير كبيرة أنا يعني هاد أكبر غلط عم تعمل لجسمك أنك لما بتحرم حالك أو بتتاكل كتير تستهلك مادة بكميات كتير كبيرة أنت هون أكيد عم تأتي حالك قد ما كانت المادة مفيدة فبليز دقوا بالمعلومة يا جماعة لا حدا يافود معلومة يعني الأرقام موشي يعني 1.8 مليونين 10 مليون هدون وليشي يعني ياريت عن جد ياريت تصير ضجة على هيدا القصص اللي بتحكي عن المواد الغذائية اللي بتحكي عن الصحة اللي بتحكي عن نرياضة اللي بتحكي عن الطاقة اللي بتحكي عن أي شيء أكتر من القصص الثانية اللي نحنا بنعملها ضجة المشاكل الاجتماعية أو أي شيء تاني أنتوا واحد كل اللي بتقرروا أنتوا واحد كل اللي بتروجوا للإشياء الصحة وأنتوا واحد كل اللي بتروجوا للإشياء الغلط كلياتنا النغلط كلياتنا معلوماتنا ما نكامل عنها بس يفضل قبل ما نطلع نقول معلومة نتأكد ونتحقق منها أوقات أنا بتدايق بكون ناشرة معلومة مثلا ماني كتير وافيتة بالشروط كافية ماني كتير أنه مفهمة ليش هي هيك دايق من حالي أنه خلص أنا ما بسي لازم كتتوضح أكتر لازم كتت أكتب هيك لازم كتأمل هيك بس للأسف العالم ما هم بتحب تقرأ صايرة عم تحب تاخد شغلة هيك على السريع فيديو 30 ثانية بقبوست كلمتين وسطرين ما بسير شغلة تانية في أطباء تانيين ما بدي أذكر صفحاتهم هنا عم يحقوا كتير إشياء صحيحة بس بنفس الوقت لأنه هنا ضد شيء اسمه ومواد غذائية تقريباً عن جد يعني بتحسوا أن هيك عم يحكوا من هيدا المنطلق ضد شيء اسمه حمياء ضد اسمه شيء سيام متقطع ضد شيء اسمه بصيروا بيحكوا بس أنه ليوجهوا الأمور أنه ما بتنحل معك غير عن طريق الأدرية وغير عن طريق العلاجات الكيميائية أو الجراحية أو يلي هو الأسس مو هيك مو هيك جسم الإنسان يا جماعة مو لعبة عندك لا تفتحوا قنوات بس وطلعوا حكي طالعوا نازل أكيد في حالات تستدعي للجراحة أكيد في حالات تستدعي للأدوية نحن لازم نفهم جسمنا كثير منيح نفهم الحالات الطبية كثير منيح نفهم شوية وراسة نفهم شوية مناعة في كثير شغلات عم تنقال بطريقة غلط في كثير شغلات عم تنفهم بطريقة غلط عم نروح للإشياء التجارية للأسف أكثر وكثير من أن نركز على صحتنا على كل الأصعدة والمستويات وعطواء الدوائية أو حتى هلأ موضوع الغذاء والرياضة والطاقة سرعا بيروح لمستوى إلو علاقة بالتجارة بس نقطعه بس طولت عليكم بتمنى تكونوا استفدتوا من هيدا الفيديو صدقوني أنا هلأ يعني سمعت هيك ضغري صورت المعلومة اللي حتى ودخلكم ياها عقد ما استفزني الفيديو ولأسف طلع لي بعض الفيديوهات كثير بتحكي من نفس الطريقة فبتمنى تكونوا واعين لكل شي عم تقروا أو عم تسمعوا أو هم بتشوفوا والله خلق هيدا العقل اللي نفكر فيه ولا حتى نستكشف فيه مش لا حتى نسلم تسلين موفقين يا رب والله يحميكم ودي معلكم الصحة أنا يا رب أنتوا على قناة وصفحة يا رامي على الفيسبوك أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد وإن شاء الله فيديوهات كثيرة مهمة باي